بسم الله الرحمن الرحيم الوحدة الثالثة وظيفة الشراء تعتبر وظيفتي الشراء والتخزين من الوظائف الأساسية للمشروع وكذلك فإن العلاقات الوثيقة بين هاتين الوظيفتين وما تتطلبه من تنسيق وتكامل على درجة عالية بينهما تقتضي مناقشتهما معا وفيما يلي عرض مختصر لأبعاد كل من هاتين الوظيفتين وكيفية تطبيق الوظائف الإدارية في كل منهما أولا مفهوم وظيفة الشراء تتضمن وظيفة الشراء عدد من الأنشطة التي تؤدي إلى توفير احتياجات المنشأة من المواد والآلات والمعدات وغير ذلك من المستلزمات بالجودة المناسبة والكمية المناسبة والسعر المناسب وفي الوقت المناسب ومن مصدر الشراء المناسب إن الجودة المناسبة لا تعني بالضرورة أعلى جودة ممكنة وإنما تعني مستوى الجودة الذي يتناسب مع ما يتطلبه سوق المنشأة الذي تقوم المنشأة بتسويق منتجاتها فيه وظرف إمكانيات وسياسات مثل هذه المنشأة ومتطلبات جهات الاستخدام بها وغير ذلك من الاعتبارات وبالتالي وفي بعض المواقف قد تكون الجودة المتوسطة على سبيل المثال هي الجودة المناسبة بينما لا تعتبر الجودة العالية كذلك أما الكمية المناسبة فهي الكمية التي تؤدي إلى تقليل التكاليف الكلية المرتبطة بعملية الشراء إلى أقل حد ممكن وتتضمن هذه نوعين أساسيين من التكاليف هما تكاليف إصدار أوامر شراء وتكاليف التخزين ويقصد بالسعر المناسب أقل السعر يمكن أن تشتري به المنشأة مستلزماتها مع عدم الإخلال بالجوانب الأخرى كالجودة أو المواصفات وعدم الإضرار بربحية المنشأة المشترية أو استغلال الموارد والضغط عليها ويقصد بالوقت المناسب أفضل وقت للشراء وذلك طبقا للموازنة بين ظروف وإمكانيات المنشأة المشترية من ناحية وظروف سوق الصنف موضع الشراء من ناحية أخرى وأخيرا فإن مصدر الشراء المناسب هو ذلك المصدر الذي يوفر للمنشأة احتياجاتها بالكمية والجودة والسير وفي الوقتين المناسبين ومن ثم فإن هذه العناصر الأربع تتبلور في النهاية في مثل هذا المصدر وتؤكد هذه الحقيقة أهمية اختيار مصدر الشراء أهمية وظيفة الشراء تبرز أهمية وظيفة الشراء مما يمكن أن تساهم به في عدد من المجالات مثل تخفيض التكاليف والعلاقات العامة وتوفير المعلومات والتدريب والمسؤولية الاجتماعية إن وظيفة الشراء يمكن أن تساهم في تخفيض تكاليف المواد المشترى دون المساس بالجوانب الأخرى كالجودة على سبيل المثال ويمكن أن يؤدي ذلك إلى تغييرات إيجابية وكبيرة في أرباح المنشاة خاصة وأن تكلفة المواد قد تصل إلى أكثر من 50% من تكلفة المنتج النهاي بل إن التخفيض في تكلفة المواد قد ينتج عنه زيادة في الأرباح تفوق نسبة الزيادة فيها الناتجة عن زيادة المبيعات مع ثبات العوامل الأخرى وتلعب وظيفة الشراء دوراً أساسياً في العلاقات العامة خاصة الخارجية منها كذلك تساهم وظيفة الشراء في توفير معلومات بحكم طبيعة عملها ويمكن أن تستفيد منها الوظائف الأخرى في المنشأة أنشطة الشراء هناك عدداً من أنشطة الشراء الرئيسية التي يقوم بها جهاز الشراء بالمنشأة من أجل تحقيق أهدافه وتضم هذه الأنشطة توصيف الجودة وتحديد الكمية المشتراة وتقرير السعر والتفاوض وتقييم واختيار مصدر التوريد وبحوث الشراء وفيما يلي عرض مختصر لكل من هذه الأنشطة ألف توصيف الجودة يعتبر نشاط تحديد وصف الجودة بمثابة لغة الاتصال والتفاهم بين جهاز الشراء والمورد ومن ثم فإن أي خطأ يتم ارتكابه في هذا النشاط لا بد أن ينعكس في شكل نتائج سلبية على جهاز الشراء والمنشأة ككل ونشاط توصيف الجودة يشترك فيه كل من الجهة الطالبة فيما يتعلق بالشق الفني وجهاز الشراء فيما يتعلق بالشق التجاري بقى تحديد الكمية يجب تحديد الكميات التي تحتاج إليها المنشأة من كل بند من بنود الاحتياجات وذلك في ضوء جداول الإنتاج واحتياجات مختلف جهات الاستخدام بالمنشأة ويجب أن يتم راعات عنصر التكلفة في تحديد الكميات من مختلف المستلزمات المطلوبة حيث يجب أن تحدد في الكميات بالشكل الذي يؤدي إلى تقليل التكلفة الكلية تكلفة الشراء وتكلفة التخزين إلى أدنى حد ممكن مع عدم الإضرار باستمرار العملية الإنتاجية أو سير العمل بالمشروع بصفة عامة جيم تقرير السعر والتفاوض يعمل جهاز الشراء في كل ما في وسعه من أجل توفير مستلزمات المنشأة بأحسن وأنسب الأسعار ولكي يصل إلى ذلك فلابد أولا من الحصول على معلومات عن سعر المادة المشترى ومن المصادر التي يمكن الحصول منها على هذه المعلومات كتلوجات الموردين وقوائم الأسعار ومن دوبيع البيع التابعين لهم والبيانات المنشورة عن أسعار المواد فضلا عن الرجوع إلى السجلات والملفات التي يحتفظ بها جهاز الشراء وتستخدم عملية التفاوض كوسيلة من وسائل الحصول على معلومات عن الأسعار من ناحية والتوصل إلى أفضل الأسعار من ناحية أخرى ويقصد بعملية التفاوض ببساطة أن تبيع وجهة نظر كشخص معين أو أشخاص معينين دال تقييم واختيار مصدر التوريد يعتبر تقييم واختيار مصدر التوريد من الأنشطة الأساسية لجهاز الشراء وذلك بهدف اختيار أنسب الموردين لتوريد الأصناف المطلوبة وتنشأ مشكلة تقييم والاختيار عندما يكون هناك أكثر من مصدر يمكن لأي منهم التوريد ويعتمد التقييم والاختيار بشكل أساسي على مدى قدرة المورد على الوفاء باحتياجات المنشأة بالجودة المناسبة وبالكمية المناسبة وفي التوقيت المناسب وبالسعر المناسب ها بحوث الشراء تساعد بحوث الشراء أو الجهاز المسؤول عن هذه الوظيفة في اتخاذ قرارات ملائمة لمواجهة مشاكل الشراء التي تنشأ عند قيام هذا الجهاز بأدائه لواجباته وهناك عدد من المجالات التي تناولها هذه البحوث مثل تحليل إجراءات الشراء ودراسة الموردين والسلع والتنبؤ بالتغيرات المحتملة في الكميات والأسعار الخاصة بالمواد وهناك عدد من الأساليب التي يمكن اللجو إليها في هذا المجال مثل أسلوب المسار الحرج وتحليل القيمة اشتركوا في القناة